اهلي وحبتي في العراق وخارج العراق اليوم التقيكم مرة ثانية في بعض المحاول رح نتناقش بها اليوم حول العراق وحول موضوع ايران نأخذ المسألة الاولى وهو الاتفاق الغربي الايراني طبعا كنا نعرف بانه ايران هي اساس الارهاب في العالم ومن 1979 حينما استلم الخميني السلطة في ايران كان شعاره الموت لامريكا الموت للغرب وكان يسمي امريكا هذاك الوقت بالشعار الشيطان الاكبر 30 سنة اكثر من 30 سنة 35 سنة احنا ما شفنا غير كلا كلا امريكا والموت لامريكا شعار ايران وامريكا تضرب بدل ما تضرب ايران تضرب العرب ما شفنا امريكا ولا الغرب سووا اي شغلة ثانية ضد ايران ما شفنا اي مبادرة من الغرب بانه شوفون منبع الارهاب فكل هذه الشعارات من 1979 لحد اليوم وانكشفت هسا كاملا بانه كانت شعارات زائفة وكانت ايران الشرطة الوفي لامريكا والغرب في الخليج بعد هذا الاتفاق اللي وصلت الى امريكا وايران رحت ايران تستلم مبلغ اكثر من 150 مليار تصوروا ايران في هذا الوضع اللي هي بيه تستلم 150 مليار دولار من 2003 لحد اليوم ايران شفنا سوت سقطت اربع دول عربية العراق سوريا اليمن ولبنان والمدماشي المدماشي الى كل دول الخليج وانا قلتها قبل سنة اكثر من سنة في احدى الفيديوهات اللي عملتها بانه يا خليج جايكم الايرانيين عن طريق المال عن طريق التجارة عن طريق الدين عن طريق المذهب وعدكم خلايا نائمة مؤيدة لايران ومؤيدة لدولة الفقه راح تشوفون اللي صار بالعراق راح يمتد لكم كلكم اللي صار بالعراق راح يجيكم كلكم لان مع الاسف العرب وقادة العرب كلهم اغلبهم بدون استثناء هم اداة امريكية تحركهم مثل الشطرنج ما عدنا لا رأي عربي ولا رأي مسلم هذه المنظمات اتحاد الاسلامي اتحاد الماذوشنو اتحاد الخليج هذا كل ورق حبر على ورق ما باي فايدة ما شفنا غير عاصفة الحزم اللي ضربت الحوثيين في اليمن لان حكام السعودية والخليج حسوا بالخطر الممتد لهم بس العراق ما يدخلوا له ولا يقدرون يسوون اي امر به لان امريكا متحكمة بالعراق فما تريد دول الخليج تدخل الكثير يقول السعودية تدعم داعش تدعم فلان وعلان هذا الكلام ما اقول غير صحيح في البداية دعمت فيه ناس جوامع ناس يسمون نفسهم شيوخ دعمت بس في الوقت الحاضر كنا نعرف داعش هي صناعة امريكية ايرانية ما يهم من اللي يقول هذول قاعد يقاتلون بالعكس على اللي قتلوا داعش من السنة اكثر من الشيعة اللي يقولون احنا جايين نضرب ايران ووقف في المد الصفوي طيب داعش من اجتي لحد هسه ما احتلت غير المناطق السنية من الموصل الى ديالة الى صلاح الدين الى الانبار الى هذه المناطق تدخل داعش تضطحج للمليشيات الشيعية تضطحج للحكومة اللي مسميها حكومة عراقية حتى تجي تجمع مليشياتها والقتل اموالتها الغرب يدعمهم الطائرات تدعمهم الكل دا تجي تدعمهم بحجة محاربة داعش وهي حارب ابادة لأهل السنة في العراق راح اتكلم بدون مغالطات بعد بدون اي خطوط او رتوش او اي شي بعد ما ما اهتم لازم اتكلمه ما يصير بعد كلش نحط الوطن تدمر الوطن دا ينذبح شبابنا نسائنا اطفالنا قاعد ينذبحون فاي شي بعد يخص الوطن هو هذا هدفنا نجي على الدول الخليجية الدول الخليجية حال حال اكثر الدول اللي راضخة الامريكا تجي السعودية انا من اتكلم اقول دول الخليج ما اتكلم على الشعوب والشعوب مظلوم وحالها حال الشعوب الباقية حكام السعودية وحكام الامارات وحكام قطر وحكام هذولة لعبة بيد امريكا تحركهم مش وقت مطريد تحركهم اينما تشاء قالت لهم الحوثيين ضربوا الحوثيين قالت لهم سووا هذا الشي ولا ننسى بانه السعودية والكويت كان لهم الدور البارس في احتلال العراق واسقاط نظام صدام حسين دعمة المعارضة من عام 1990 لحد 2003 لحد سقوط النظام بقد تدعمهم وبقد تفتح سفارات في بغداد وتروح وتجي وتستقبل القتلة وتستقبل قادة الميليشيات مثل ما الملك قبل ملك سلمان استقبل مقتدر صدر قائد ميليشيا جيش المهدي الارهابي اللي قتل من السنة بمئات الالاف وكنا نتذكر حرب الطائفية اللي صارت 2006 الخليج قطر امير قطر يستقبل كل قادة الميليشيات بالجهة الثانية يستقبل ما يسمون نفسهم من الدافعون على اهل السنة من التجار وتجار الدم اللي باعه والعراق وشعبه من زمان من زمان موليون من زمان وكلهم حاصلين على الجواز القطري او الجواز الامريكي او الجواز البريطاني فاي طقاقة تصير بالعراق هما كلهم شائلين وطالحين قبل فدول الخليج اكثر من ايران اذت العراق اكثر من ايران اذت الشعب العراقي ايران دخلت علنا 2003 بس الخليج ودول الخليج بالاخص الكويت والسعودية الكويت كانت تدعم ما يسمى بالمعارضة العراقية وانا شاهد وانا كنت واحد من المعارضة في هذاك الوقت حضرت المؤتمرات وكنت تشوف الدعم الخليجي بالاخص السعودي والكويتي لكل هذول القتل المجرمين اللي كانوا في مؤتمراتهم مثل ما نقول احنا بالعراق حادين سنونهم على تدمير العراق وفي مؤتمراتهم كانوا يصيحون لا ولي الا علي الريد حاكم جعفري واخذوا الحكم وشفت الحكم الجعفري من 2003 لحد اليوم احنا شون حكم جعفري اللي طالبه بالمظلومية من 1400 سنة هاي اول مرة يستلمون دولة تفضلوا شوفوا السواب بالعراق فالسعودية والكويت هم رأس المصيبة اللي صارت بالعراق لا حد يقول اشقاء ودول خليج كذا احنا بعد مننا وصاعد هذه الدول عليها خط احمر وان شاء الله منيصر تحرير العراق وانطهر من هذه لكل حادث حديث راح يطلع احد يقول من وراك من وكذا انا قسمت بقسم بعظمة جلال الرب العالمين لو اضع ايدي بيد الشيطان على تحرير بردي الا اسويل لو اضع يدي بيد اي شخص او اي دولة تساعدني بتحرير البلد راح اسويها وشفنا او سنسوي علاقات بس لكل حادث حديث مون كل شي نقدر نحكي ولا كل لقاء نقدر نعرضه حتى واكو مشككين واكو ما ناتهمني باتهامات اللي يريد يحكي خلي يحكي واللي يريد يسوي شغل خلي يشتغل ليشوهم سموتي ليحاولون بشتة طرق بشتة طرق ينالون من عندي صدرت توجيهات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا رطيف يحيى احد الناشطين على الفيسبوك ولديه موقع هذا كان ويا عدي هو شبيه عدي ناشط لان على الفيسبوك ولديه موقع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وهو يعلن بشكل علني يوجه نداء منذ عدة أشهر منذ بداية النزوح باتجاه أوروبا أو الهجرة باتجاه أوروبا كان يصدر شبه بيانات يومية إلى كل من يسمع من يتفق معه بالمنهج والرؤية أنه ابدأوا جمعوا الوثائق هيئوا كل المستمسكات استخدموا الصور شكلنا مركز معني بجمع وثائق لإدانة الميليشيات والإدانة ما يعبر عنها بتعابير لا أستطيع ذكرها اللي هما يسمون بالحشد الشعبي من أجل تقديمهم إلى المحاكم والجهات القضائية والجهات القانونية في دول أوروبا التي يصلون إليها وبالتالي هو يعلن هذه القضية طبعا من خلال ارتباطه بمركز العدالة وبالتأكيد هناك مراكز أخرى ما تستغربون من تشوفون يعني منظماتها متخصصة يعني ذول مدنيين إذا كان لطيف وإذا كان محمد الشيخ إذا كان ذول مدنيين يعني الناس مدنيين يعني يعني مو تقول مرتبطين بحكومة أو كذا يعني هذا مكرس هذا يحتاج إلى تمويل يحتاج إلى دعم وهذه كلها مراكز من يدفع لهم هذا مدفوعة الأجر من يدفع لهم هذا هو نفس الذي يدفع هو نفس الذي يدفع لمن يهاجم الحشد ويتهم الحشد ويعمل بكل ليل نهار لا يترك شاردة وواردة إلا ويسجلها ويضخمها من أجل تصوير الحشد كميليشية أو كجهة مضرة وجودها مضور غير نافع تابعة إلى جندات معينة هؤلاء نجيس على قناة القادسية اللي قبل فترة أعلنت بأنه أحنا ده نشتغل من ألف يعني 2014 نهاية 2013 على فتح قناة القادسية طبعا أنا مدولة أنا شخص أنا رجل عمال هذول المعارضة اللي كانوا يسمون نفسهم معارضة عراقية وكانوا يقولون احنا كذا وإحنا كذا كلهم كانوا يجون المكتبة مثل الخدام بس أنا كنت معارض نظيف لا رحت على دولة ولا دقيت سفارة وقد استجديت منهم ولا قلت لهم أنا عندي ملايين انتظروني بالعراق وشعب وكذا وأخذوا الملايين واشتروا بيوت بلندن واشتروا بيوت بأمريكا وعمان ودباي وإحنا نعرف الفلوس وين رحت بس أنا كنت معارض معارض نظام صدام بس معارض عراقي لعراقي أنا على خطأ هو على صواب هو على خطأ أنا على صواب هذا بيناتنا شيء عراقي ما دخلت لا سعودي ولا كويتي ولا أمريكي ولا بريطاني وأهل المؤتمر مات المعارضة خير ذكرون كل الزين ما دخلت في يوم من الأيام مؤتمر معارضة ما قلبت الميز وطلعت وكانوا يسموني من هذاك الوقت صدامي من هذاك الوقت كانوا يسموني البعثي من هذاك الوقت كانوا يسموني أنت متسوس من قبل صدام حسين الله يرحمه حتى تخرب المؤتمر أنت جاسوس وانت كذا أنت تتعرفون كل الزين النظام بوقتها قتل والدي قتل سجن عائلتي بس هذا ما يضطي تبرير بأنه أحط إيدي بإيد المحتل ولا يضطي تبرير بأنه أصير خاين لبلدي وخلي الأمريكي والبريطاني والسعودي والكويتي يجي يحتل بلدي والله لأنه عندي مشكلة مع صدام حسين مثل ما سووا وشفتوا اللي إجي وشفتوا وشنو صار من 2003 لحد اليوم طبعا أنا عندي شغلات أنا مو كل شي أريد أعرضها هسا ولا رح أعرضها إذا ما نطلق قناة القادسية أنا ما أرى أعرض شي أنا ما قاعد هنا أنا أفضح ما عندي شغلة أنا لا بانتخابات ولا قاعد أسقط فلان ولا فلان عندي أفلام عندي أرشيف كامل من التلفزيون العراقي ومن ملفات المخاورات العراقية اللي حصلنا عليها إلى أرشيف اللي وصلنا أحنا صورناه بيدنا ودزعنا ناس لاحقوا الناس اللي سمون نفسهم مسؤولين بالعراق إلى أملاكهم إلى أفلام حتى جنسية تم تصويرها لهم وعندي أفلام خاصة بالذات على الشخص النزق مش عاني جبوري من أيام سوريا عندي خمس أفلام جنسية أعلنها أفلام جنسية تم تصويرها من البنات اللي كانوا يختصبهم بالإرضاء أو بطريقة ثانية كان يستغل البنات العراقيات والعوائل العراقيين اللي كانوا يوصلون سوريا ما عدم فلوس أو الأوزة كان يدخل هو وابنه بهذا الطريق بأنه نساعدكم كان يأجر شقة يبين نفسه بأنه عراقي وأصيل وكذا وبعدها يدخل بطريق الزواج الخفي ومرات حتى بدون زواج ولو تحسبون مش عان الجبوري لحد هسا كانوا واحدا منزوج هو يعرف كل الزين ومش عان أنا نعرفه من العراق من العراق كان كلب من من كان يمسح بأحذية سرية المراسيم اللي كان يشتغل بيها وكان يسوق الماطورسكل نعرف احنا مش عان وشنو أصله وشنو فصله ملفات وفيديوهات خاصة على القذر الثاني وفيق السامرائي اللي باع اسم سامرة باع اسم العراق باع أهل وناس على مود دولارات على مود بيت اشتراء الهياج للطلباني في بيت في لندن ولحد الآن ينهق مثل الحمار على قنوات الدعارة اللي تابع الإيران يمجد بالحجد الشعبي يمجد بالقيادات الفارسية الإيرانية مع العلم هو كان مسؤول شعبة إيران بالاستخبارات العسكرية وطبعا كان مطلوب حي أو ميت لإيران سبحانه من غير الأحوال عدنا فيديو خاص بي تصور سريا بالسفارة الإيرانية في أحدى الاحتفالات اللي حضرها هو بس من ريد نكون من ريد نشهر في الوقت الحاضر ولا نعرض بس أحنا نريد نفتح قناة القادسية وديشتغل بالإيراق بدون إحنا ما نعلن النبعد هذه بس حتى نكون صادقين معاكم حتى نصور لكم ونعرض لكم شنو العمليات اللي قاعد يسووها جيش القادسية بالداخل عمليات أمنية عمليات عسكرية عمليات استخباراتية وقناة القادسية اللي إن شاء الله رح نفتحها مع الأسف طبعا قبل ما كمل عن موضوع القناة القادسية لما طلبت العون وإن شاء الله ما أطلب العون إلا من رب العالمين من الغيارة أمة المليار اللي سموهم إحنا مسلمين أمة المليار طلبنا خمس آلاف شخص من هذه أمة المليار لحد هسه تعرفين يا أمة المليار إشقد إجانا خمسة خمسة للأسف رح أقول خلال أصلي شوي طائفي من الخمسة هذه ثلاثة سنة شيعة عفوا ثلاثة شيعة اسمعوا يا سنة يا من تدعون إحنا معذبين وإحنا مشتتين وريد صوت ثلاثة الشيعة من أهلنا الشيعة الإراقيين العراقيين واحد من عدهم من العراق بعض واثنين بالخارج واثنين السنة قلت لكم أريد شوي أصلي طائفي أحش سنة وشيعة اثنين من السنة واحد من عدهم أنا شكرا جدا طبعا أنا ما أعرف لا لفلوس تجي بحسابي ولا أعرف عدنا مديرة حسابات يروح عدها وأكون مشرفين ويدققون الحسابات أنا بس أشوف منه اللي استلم ومن أجه من شفت أكو رسالة بالعربي كانت مكتوبة البعث إلي وطبعا أنا شكرا هذا الشخص عنده محل أو يعني صفحة على الإي باي في يعني إنسان مو زنقين ولا أبد قال أنا بقت حاجة حتى أتبرع لقناة القادسية طبعا أنا هواي أشكرا وهواي عندي احترام متقدير لهذا الشخص لأنقريت رسالته حلوة ومن إنسان عراقي شريف الشخص الثاني هو شيعي كتب لي رسالة قال حتى لا تكتب علينا بالفيسبوك لأن أنا أعرف أنت ما قاعد تقصد الشيعة العراقية أنت قاعد تكتب بالفيسبوك على الناس المتمسحين بالشيعة اللي هم حكموا العراق من 2003 قالي إنسان شيعي عربي عراقي أنت إنسان عراقي ولهذا أنا أقف فيك فيا أمة المليار طبعا بالمناسبة شبعت شبعت يعني أنت تقرؤ المساجات اللي جدت تحت الفيديو شبعت من كلام الخليجيين طبعا ابشر ولا يهمك بكرة بعد يومين يكون أحنا نتبرع بعد كذا العراقيين معروفين بالزمط والنفخ وخصة أهل السنة ولا تهتم أنا من عندي مئة شخص رح يتبرع واحد أنا عندي فلان شي عندي خمسين عندي ألف واحد يقول لي أربعمائة واحد يقول لي ثلاثمائة أقسم بالله خمسة خمسة أقسم بالله ورحمة بنتي اللي قتلتها الميليشيات القذرة بس خمسة يا أمة المليار أنت ظلوا أجمعوا بالفلوس بعدين حضوها على قبركم وناموا بي يا من تريدون أحرر العراق يا من تريدون اللي شبعتوني رسائل شوكت شوكت تيجي تحرر العراق هو أنا دولة أنا دا أسعى حالي حالي اللي حب بلده بس يجوز عندي أكثر اتصالات يجوز عندي أكثر فلوس يجوز عندي علاقات وعندي ثقة بناس أكو ناس قناة القادسية قناة نصب وحتيال نصب وحتيال أنا ولك محتاجكم ولك أنا عندي أطفالي وأطفال أطفالي نعيش إلى يوم الدين واللي راح يسأل من جبتها أنا 25 سنة بره محامي دولي وبكل المحاكم وانتو تعرفون المحامي الدول اشقد المرافعة ماتتا بالمحاكم وخريج بره مو خريج الحثالات اللي سوق مريدي وغير سوق مريدي عندي شركتين انتاج سينمائي تعرفون الفيلم السينمائي قاعد يكلف تسوو بين 20 إلى 25 مليون دولار فلحد يقل ممين جبت ممين بوقد وبوقد فلوس عدية وطلعت لا والله أنا طلعت من العراق عندي 25 دولار لما وصلت من نمسا قبل 25 سنة والله يروح مع أبويا بوقد ها وخلصني وضح بنفسها بعت الفلوس بدأت حياتي درست كملت تجارة وصلت لا رحت استلامت فلوس باسم العراق ولا قدت باسم العراق ولا حطيت إيدي بيد أمريكا ولا حطيت إيدي بيد بريطانيا ولا سعودية ولا كويت مع العلم الطاني وعرضوا اللي وسووولي بس هي غيرة هي نقطة غيرة اللي بيع غيرتها واللي بيع شرف يبيع كل شي اللي بيع وطن أنا أبويا الله يرحمه كان يقول أنا إحنا أخوتي الوطن أم إذا بعت أمك فكل شي ترح تسوي بحياتك فهذول اللي جو للعراق ذول بيعين أمهم وبيعين زوجاتهم وبيعين بناتهم فليش أنتم استفربين من البوق والقتل والسرقات والولاء للغير هذول الناس ساقطين بيعين الوطن من زمان قبل ما يوصلون موقعين عقود ببيع البلد وتفسيخ نرجع إلى قناة القادسية فأهل كل واحد كاتب لي اسم عشيرة من نانا إلى لندن ماذا ولا تهتم ابشر طبعا أنتم لا ابشر ولا شفيت ولا كل شي ومع العلم أنا عندي تجار ناس عراقيين بره من أغنى الأغنية اتصالت بيهم ابشر وتدلل أخوي أنت أنا شفت الفيديو ما لك خلص كل شي رح يصير حرام لا استلامت فلس ولا أجاني فلس اللي قلت لكم أنا ما عندي لا استلامت فلوس ولا أطي فلوس اللي إجي على القناة وشفت من قلال المحاسبة مالتنا خمسة باس لا أجاني غير ولا أباد واللي اتهمنا بالنصب واللي اتهمنا بأنه فلان تدعمنا واللي قل لي ليش متروح إلى دول الخليج إذا عني راحت الدول الخليج لعشنو فرق عن اللي حاكمين بالعراق شنو فرقي آني عن ذول العملاء اللي وصلوا بغداد ودمروها وشالوها وحرقوا العراق كله شنو فرقي رح يكون عن نور المالكي ولا حيدر العبادي ولا أسامة النجافي ولا الكربولي ولا غير الكربولي شنو فرقي رح يصير عن ذول كل السفلة اللي استلموا العراق أنا ردد شي أسوي البلدي وبسواعد عراقية أو عربية نسوي ذخر أنا ما يعني شقدر يدبق بحياتي عبرت الخمسين أمراض الله كله من وراء العراق صاربية من سكر وضغط وحتى صراطانهم صاربية وشالوه من وراء العراق شنو اللي حصلته تجوني عنده كل واحد هذا الجيل الجديد من الألفين وفوق يعني فجيل يعني لازم قملة نووية تمحيهم لا خلقية ولا أخلاق ولا دين ولا كل ما عدم غير الأخت والعرض والسب والمسبة وهيش من صدام وهيش من البعثية هو بحياته لا شعف صدام ولا أصلا من سقط يمكن النظام هو ما مولود ناس سفلة مزروعة بالحقد مزروعة باللي دي يشوفوه فنرجع ونقول باب التبرع مفتوح اللي ريدي يدعم أهلا وسهلا وإن شاء الله من احنا راح نقعد بالعراق وطبعاً اذا أقول لكم نقعد بالعراق أنا متأكد من هذا وآني أعرف اش دا سوي واللي وراي ودا نجتمع بيهم دا نعرف اش دا نسوي فاللي ويانا ودعم وسوى مو بس للقناة بكل الطرق اللي اشتغل ويانا واللي كان كذا واللي كذا هذ أولا عدهم التكريم يصير على قد على قد وطنيته على قد وقفته طبعاً بكل زمان اللوقية موجودين فس احنا تعلمنا من أخطاء صدام حسين الله يرحب من أخطاء اللي شفناها بعد الاحتلال فما اكو شي بعض رح يعبر علينا وهذا اللوقية طبعاً كل هالسنتها لازم تتقسقس بعد لا أحد يغني اللطيف يحية ولا يغني لفلان ولا علان تريد تغني تكتب شعر للعراق تريد تتلوق تلوق لغير مكان ما اكو بعد نريد نبني بلدنا يا أخوان أكو أمر خطير دا يصير بالعراق وديتخطط طبعاً الناس دا يبثون تقارير وأني دا تكلم لكم من ناس موثوق بيها وجهات يعني عليا ودول عظيمة ومعروفة وتعرف إجدد سهول دا يتكلمون عن سد الموصل وراح يتفلش وراح يتكذى وكذا لا سد الموصل لو انضرب قنبلة نووية كل شي موكو عليه بس دا أقول لكم أكو عملية إرهابية أمرت بيها إيران قوات بدر بالتحديد قوات بدر قوات هذا الصاقط هذا العامري طبعاً تتعرفون هذا العامري وإجرامه واللي سواه بالأسر العراقيين قوات بدر من جتي 2003 شويت خطوا وقتلوا وذبحوا لحد هسه وهذا العامري مسميه شيخ المجاهدين طبعاً الأمر يجع بأنه لازم بكل الأحوال على الأقل بوابة واحدة تتفجر من سد الموصل حتى تغرق العراق الأمر صدر من إيران طبعاً هذه التقطتها أجهزة أمنية وصلنا بأي طريق هذا موشو وصلنا ومين جانا وأنا مدى أتكلم لكم عنها شيء شفت تقرير خاص من جهة أمنية فمن قريته طبعاً شيء مخيف فعلاً شيء مخيف يردون إغراق العراق للأسباب التالية أولاً مسح كل السرقات اللي صارت بالعراق قتل ما بين تسعة إلى مستعش تقريباً مليون عراقي رح يكون ضحية هذا الفيضان اللي رح يصير بالعراق البقية المتبقية اللي رح يبقى من العراق هذول الموالين لإيران أو اللي ما بقى الشيء ذا فيريدون مزج العراق وإيران كدولة واحدة طبعاً الكويت رايحة هذي الدول اللي محسوبة على الدول هذي طبعاً راح تنخذ من مثل الورد من إيران وإيران متفقة مع أمريكا يعني ما صار راح تصير بغباء قبل من أخذوا الكويت وما عرفوا شون يصرفون بس هالمرة العجم تتعرفون أهل العمايم شون نسقها وقل والدنيا كلها ستجو إيدهم فالكويت رايحة رايحة للتقسيم هذا قرار أمريكي بس زين درس جو لي جو أسعار النفط طبعاً راح يصير بطل المي أغلى من تنكين النفط هذه طبعاً كلها التعليمات والاتفاق السري لأمريكي الإيراني ليس أسعار النفط نزلت كلها بسبب فتح الحصار على إيران والاتفاق مع إيران هو بأي طريقة تخفيض أسعار النفط العالمية فإيران هي سبب وقص المشاكل والإرهاب بالعالم فيا أهل يا عراقيين إذا تريدون بلدكم يرجع خلي نكون إيد على إيد وأنتو يا أهل الوعود الكذابة يا من تحبون الناس النصابة مثل مشعان والكربولي والنجفي والنجيفي وفلان وعلان اللي تقولون يمثلون أهل السنة فبالعافية عليكم لأن كلمة الشرف وحب الوطن بالإعراق صار كلمة منبوذة وكلمة يعتبروها من الكفر لأن الشريف صار إنسان إرهابي والإنسان الغير الشريف وبايع أهله وعرضه هذا صار الوطني فالدنيا من 2003 لحد هسه قاعد تمشي بالمقلوبة أما ذول اللي قاعد يصفقون والشيخ الصحوات وهذا الشيخ الصميدعي اللي متحدث باسم السنة أو الشيخ مات السنة أو شي سموه هم نسوي لهم مليشيا على أبو مات العشائر وعلي حاتم السليمان قادمون يا بغداد ورط أهل الأنبار المساكين اللي آفوا ودمروا الأنبار وصارت قاعد هذاك هو أقاعد هو أخو ذاك بعمان وعلى هالرن الملايين كلها راحت ولفندي راح للأرض القطر جواز قطري هسه يا عراق يا بطيق ومعروف إيج دي يشتغل ومعروف ويا من صارت الشريك فهذا كله باسمكم يا أهل الرمادي يا أهل الأنبار يا أهل الشيوخ يلا خلي شيوخكم تيجي هسه وكلها قاعدة كلها اللي طفر الأردن واللي طفر الأربيل واللي طفر البرة وخلى ولد الخيبة بالأنبار وبصلاح الدين وآني طبعا دا أحش على دول اللي يدي يقولولي أكو كلام طبعا أحلى شي من دي يقولون رغض صدام حسين قاعد تدعمك أولا رغض صدام حسين شنو هي ومني من البيان غير الله يرحمه صدام حسين هو أبوها شنو من نضالها مثلا من الثورات اللي سوتها هي قامت قاعدة بيت رئيس الله يرحمه استشهد شنو هي رغض شنو هي الولاية يعني لازم تكون أبا عن جد واحد يستلمه من الأخ وثاني شي أنه ما عنده علاقة برغض ولا ألي شغلا بيها ولا أشتريها بفلسين لأن رغض تعرف المن تطي فلوس للناس القردة اللي حواليها وتعرف المن تساعد للناس اللي يطبلون يزمرون إلها للناس اللي يقولون أنا محامي الرئيس صدام حسين اللي أنا بالقانون من قرية أنا شفت كل جلسات المحاكم اللي حضرها الرئيس صدام الله يرحمه طبعا الثغرات اللي عملها خليل الدليمي أغبى محامي بالعالم ما يسويها أغبى محامي بالعالم ما يسويها وطبعا أنا اتصالت ببقتها بخليلي الدليمي قلت له أنا أكتب لكم لا تذكرون اسمي دا ما تريدون خلوا هذا كأنه أنتوا كاتبي بس قلتوا مرافعاتكم غلط طبعا سبني وسد التليفون فهذا الشخص كان بس مجرد إعلان النفسه هو لو بيخر شان ما طلع كتاب نص كذب ويسوي نفسه فلان وفلان وخلي يقاضيني خلي يسوي يسوي فناس صال التجار باسم صدام حسين الله يرحمه باسم البعث وباسم النقشة بندية طبعا النقشة بندية خبروني طلبوني فلوس من عندي اتصوروا وطبعا مسجل وراح أعرضوا حكمي فلان يطلب يابعا أنا مو دولة أنا واحد لطيف يحية وعندي ناس ويايا منهم من أنا أنا مو دولة واحد يخابرني أو يتصل بي ودزل إيميل أنا شاب وريد لي أورغ يعني أنت بحرب العراق من دمه هذا يريد لأورغ وهذا يريد لدف وهذا يريد لدنبوغ وهذا يريد يتزوج وهذا يريد طلعه بره أنا نفسي 25 سنة بره أنا ما عندي لايقامة ولا جنسية ده قمز منه ومنه كلها تهريب وخلي يدقوا الراس هم ما أحد يعرف وين أنا يوم بفلان مكان يوم بفلان مكان يوم يوم غير مكان اللي أخذت الجنسية واخذ اللي قام شكه واحد سافل ابن سافل باسم العراق باعه هذو جنسية بريطانية وامريكية وألمانية وكل دولة اللي تتشوفون يطلعون بالتلفزيونات اللي يحشون باسم العراق وباسم منظمات إنسانية وباسم ما دريشينو أتحداهم تحدي إذا طلعوا بتلفزيون قبل ما يأخذون الجنسية أو حتى قبل ما يأخذون اللجوء كلهم من أخذ الجنسية واللجوء قام ينهقون لأنه أكو ضمان لهم أنا الحمد لله أشكر لا جنسية ولا إقاوة وذا أصيح من سقمسة وعشرين سنة وطزب اللي يريده اللي حطيني على الإرهاب واللي سواني إرهابي واللي سواني فلا خلي إرهابي إذا الدفاع عن بلدي إرهاب أنا أشهد ما بالله أول إرهابي اللي يعتبروني دع تاجر بالقضية العراقية هذا حشاكم اللي برجل بحلقة لا جايبي بل عكس جايبي فرغ من وراء العراق واللي يقول لي سويت للوطنة خلي راجع مو قاعد شاف له رسالة طوب أشهر عليها لا يعرف أنا منه ولا يعرف أنا مين ولا كذا طوب سب أختك أمك عرضك هاي هاي هذولا جماعتنا ومن تحشيلك على دول الحثالات اللي تاجرون باسم السنة هم يطلعوا لك دولة اليرلندين اللي يسميهم الفرع الاسترالي هم شون تحشي على فلان شيخ شون تفت يابا يا شيخ احنا 2016 هسا انت قاعد تتحاربون على قضية 1400 سنة امريكا زراعتها بيناتكم وقلتكم روحوا دقوا راسكم واحد باللاخ خلينا نبوك خلينا ننهب العراق ميزانيته خلصت ما بقى بعد حتى الرواتب ما قاعد راح تستلمون بعد انتوا ابقوا وطلعوا مسيرات وطلعوا كل يوم جمعة وتروحون وتسوون سيلفي وتحطوه على الفيسبوك والله طلعنا الله يطيع يحظكم ولكم هاي اللي تطلعوها تمشوا بيها للخضرة ما قاعد راح يكتلون عشرة عشرين ألف لكم انتوا فوق 30 مليون 30 مليون 500 عفط يحكموكم 500 سافل يحكموكم ما قاعد يريدون تصيرون راح يصورون اقوى من صدام حسين ومخابراته راح يصورون اقوى من صدام حسين واستخباراته وعيونه ورفاقه وكل مكان وين صاروا؟ طوب مسحوا بس انتوا الجبن كاتلكم راح يقولوا ليش ما تجي اول ضربت الفلوجة انا كنت هناك وشاحنات اللي كانت وياي الناس تشهد الاكل والشروب والاطفال وكله وانضرابيت وصوابت برجلي من ورا جماعة علي حاتم اللي رادوا يبيعوني للقاعدة خلي طلع ينكر الساقط هذا ما تشوفون ان ينازل عليه لان هذول باعوكم هذول باعوكم مثل ما باعوكم باعوني وبيبيعوني اي واحد غيري فشوي يحسوا وراح اقول شغلة طبعا راح انسب من وراها الرحمة لمن قال هذه الكلمات يا اهل الهراق يا اهل الشقاق والنفاق رجالكم نساء دينكم دنانيركم والنساء قبلتكم سوف يأتي يوم عليكم حريقا وغريقا لقد ملأتم صدقي تهياتي لكم